موسيقى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم أهلا بكم البداية من الصحف المحلية ونقرأ من أخبار اليوم الرئيس مع طلاب كلية الشرطة في زيارة مفاجئة الدولة المصرية استعادت هيبتها ولن يستطيع أحد المساس بها تناول معهم الإفطار وشاركهم جولة بالدرجات الرئيس يشيد بروح القتالية لطلاب الشرطة واستعدادهم لحماية الأمن والاستقرار من صحيفة الأهرام نتابع وزراء الكهرباء والإنتاج الحربي والتنمية المحلية يبقون سلسلة حوارات مجتمعية بمطروح اليوم شاكر يتعهد بتوفير أعلى معدلات الأمان النووي بمحطة الضبعة بمشاركة مفكرين ورجال دين مسلمين ومسيحيين مؤتمر كبير بالأزهر الثلاثاء المقبل لبحث قضايا المواطنة مصر للطيران تكتاز تفتيش الأمنية الأمريكية ونرصد من عنوين اليوم السابع قوة إنفاذ القانون تدمر نفقا على الحدود بجنوب رفح الداخلية تحاصر المطلوبين أمنيا بالكمبيوتر بروتوكول رابط إلكتروني بين النيابات والمحاكم لسرعة تنفيذ الأحكام والضبط إزالة تعديات على أحد عشر فدانا أملاك دولة بالفرفراء والدخلاء إلى صحيفة المصر اليوم التي كتبت الزراعة حملة قومية لزيادة إنتاجية القطنة والبنى يقول تفعيل دور التعاونيات في التسويق وتنسيق مع التجارة لتلبية احتياجات المصانع وزير التعليم يقول ندرس توزيع كمبيوتر محمول على طلاب ثانوية نطالع من عنوين صحيفة الوطن عبدالعال يترأس اجتماع اقتصادية النواب لدعم خطة الإصلاح الاقتصادية الوطن في قلب سيناء مشروعات عملاقة لمعالجة صرف الصحي في الإسماعيلية الجديدة ومدينة الضبعة اتفاقية اعتراف متبادل بين مصر والكويت لتسهيل دخول المنتجات غير الغذائية يد واحدة لمواجهة الإرهاب تحت هذا العنوان لفتت صحيفة الجمهورية في فتحيتها إلى أهمية الاتفاق بين الأزهر والفاتيكان لمكافحة التطرف وتجديد الخطاب الديني حققت الرؤية المصرية لخطر الإرهاب على العالم مواسب لحجر المقاومة في معرقة المصير والمواجهة انتصارات متعددة لعل من أبرزها اتفاق الأزهر والفاتيكان أكبر مرجعيتين دينيتين في العالم على مسؤولية التصدي للعنف واحترام التعددية الدينية كما اتفقت رؤية الفاتيكان والأزهر على ضرورة تجديد الخطاب الديني بالسعي لفهم النصوص الدينية على نحو الصحيح وتبني قضايا الشباب وحمايته من براتن الإرهابيين وعمليات غسيل المخ التي أصفرت عن الضمار والخراب والكوارث التي يكدها تنظيم داعش الإرهابي وتعاونه مع المنظمات الإرهابية الأخرى إلى الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت التفاوض المباشر وأول اختراقات جنيف أربعة المفاوضات الحقيقية في انتظار الردود على ورقة ديمستورا القوات العراقية تخوض معارك في أحياء غرب الموصل وداعش يغلق الأزقة بتفليقة يقول الجزائر ضحية أزمة اقتصادية ونقرأ من صحيفة عمان اليوم منظمة الصحة العالمية النظام الصحي في اليمن ينهار والملايون يتعرضون لمخاطر سوء التغذية اشتباكات عنيفة بمنطقة بوسليم وسط العاصمة ترابلوس المستشارة الألمانية أنجلا ميركل تزور مصر وتونس الأسبوع المقبل من أبرز عنوين صحيفة الخليج الإماراتية نتابع قوات إسرائيلية تقمع ماسيرات في الضفة الغربية تطالب بإنهاء الاحتلال اعتقال سبعة وتسعين فلسطينيا خلال أسبوع والاحتلال يشدد حصاره على المنظمات الحقوقية والأممية درع الفرات يتمدد شرق الباب وداعش يرد بتفجير انتحاري ونرصد من صحيفة القبس الكويتية الساحة لبنانية تعيش أسبوعا حاسما لتحديد مصار الانتخابات البرلمانية القوات العراقية تستعد السيطرة على مطار الموصل بالكامل وخمسة عشر قتيلة من قوات حرس الحدود في هجوم لداعش تصعيد عسكري للنظام غرب حلب خيارات محدودة أمام ترامب لاستعادة الرقة إلى صحيفة الرايا ومنها نطالع جامعة الدولة العربية القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير بسبب التوسع الاستيطاني والسياسة العنصرية لنيتانياهو بسبب الحرب وصعوبة وصول مواد الإغاثة الملايين في جنوب السودان يتدورون جوعا مجلس الأمن يقرر تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن وفقا للمبادرات الخليجية إلى مقالة الرأي في الصحف العربية ومن صحيفة الدستور الأردنية أكدت أن التواطئ الدولي والانشغال العربية أضع منا معالم القضية الأم والمقصود بها القضية الفلسطينية ولابد أن نعدل البصلة حتى تنصالح أحوال المنطقة العربية وأضافت لا يمكنك أن ترسم لوحة ملونة بقلم الرصاص ولا يمكن أن تحصد القمح قبل أن تمتلأ السنابل بعرق الفلاحين هكذا العرب فلا يمكن أن نحقق استقرار وبناء ونهضة في منطقاتنا العربية بلا فلسطين فعندما غابت عنا البصلة وضيعنا فلسطين ضاع منا الطريق ومضينا إلى غير هدف لغز التطرف والإرهاب صناعة شيطانية صنعه الغرب حتى يستبيح أرضنا ويسلب منا حقوقنا النفق طويل طويل ومظلم ونحتاج إلى شمعة تضيء لنا أيامنا القادمة نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من وول ستريت جورنال الأمريكية دونالد ترامب يدرس إرسال قوات إضافية إلى السوريا والعراق وإن كانت بأعداد محدودة وذلك لتسريع وطيرة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي ترامب يعد الأمريكيين بالأمن ويدافع عن الإجراءات الصارمة على الحدود لصد الإرهابيين الأجانب ونرصد من صحيفة البيس الإسبانية مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على مستخدمي الأسلحة الكيموية في سوريا أزمة اللاجئين تتواصل والحكومة المجرية تعلن اعتزامها بناء جدار جديد على الحدود مع السوربيا لتفادي مخاطر محاولة دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البلاد ونطابع من صحيفة جاردين البريطانية روسيا تعلن أنها ستلجأ إلى الفيتو ضد مشروع قرار أممي صغطه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيموية كوريا الشمالية تتهم الصين حليفتها الرئيسية بخدمة مصالح الولايات المتحدة وجاءت أبرز عنوين صحيفة لوموند الفرنسية كالتالي بعد تردد طويل أن نيابة الفرنسية تقرر فتح تحقيق حول قضية الوظائف الوهمية الخاصة بالمرشح الرئاسي فرانسوا فيون دونالد ترامب يستحضر في خطابه الهجمات التي تعرضت لها باريس لتبريد سياسته في مجال الهجرة وكتبت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية إسرائيل ترفض منح تأشيرات دخول لمدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية متهمة إياها بأنها منحازة لصالح الفلسطينيين الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في فيينا عام 2015 إلى مقالة الرأي حيث رصدت صحيفة تايمز البريطانية تصعد أزمة اللاجئين وأكدت أن تدفقهم أكبر السويد على إعادة التفكير في أولوياتها وكتبت مقالا بعنوان الفردوس المفقود قالت فيه السويد كانت تتفاخر بأنها جنة للديمقراطية الاجتماعية دولة تراعي تكافؤ الفرص والمسواة بين الرجل والمرأة وتضيق الفجوة في الدخل فهي دولة منفتحة على العالم من التراز الأول إلا أنه في الأوانات الأخيرة مع تزايد تدفق اللاجئين واستيعاب البلاد لمئات الألاف من المهاجرين تحولت السويد إلى بلد يعاني الكثير من التوترات واهتزاز الأوضاع الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسبة الإعانات ما يهدد مستقبل اللاجئين خلال الفترة القادمة ليس في السويد فقط ولكن في العالم بأسره وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الصحفية شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة